موسيقى السلام عليكم اليوم رح نحل تمارين شهيرة بالتكامل طبعا هي التمارين اغضبكم بيعرف طريقة حالة اللي هي تغيير المتحول انه تسمي V سوف تغيير المتحول X و DX بسهل عندك التكامل تحل على هاي الطريقة عظيم جدا طريقة صحيحة 100% طريقة جدا رائعة ولكن انا اليوم رح حل هذول التمارين على طريقة اسهل واسرع ويعني رح تمشي معك على كل التمارين اغلب التمارين رح تمشي معك مثل هذول التمارين هون على تغيير المتحول V و DV رح تكون اطول بالطريقة التغيير المتحول ولكن بالطريقة اللي انا رح اعطيكم يا هلأ رح ينحل هذا التمارين باقصر وقت ممكن بإذن الله شو هي الطريقة وعلى شو بتعتمد؟ الطريقة سهلة كالتالي ما في شيء نحن عنا بكتاب بوزة خلونا نذكركم بكتاب بوزة موجود ببحث التكامل كلمة لابتو لابتو هاي موجودة بقسم القواعد من كتاب بوزة للتكامل شو معنى لابتو؟ للتجاهلة اللغارتم الارc ourcos cos arct cot cot وما إلى ذلك الوههم عباره عن البولينوم و التợتير من ك الهيه عباره عن الدول الأسinch الغسل لР مين نستفيد منه اللي تستفيد منه هاي الكلمة انه يعرفك مين لازم تشتاق بالاول يعني الموجود بالاول تماما هذا الحرف ال ال فبالتكامل موجود حرف ال ال تمام وحرف ال ال او تمام فمعاته هاي قاعدة اللابتوب بتقولك انه اي واحد لازم تشتاق اول معاته هون شو رح نشتاق ال ال طبعا ممكن ما بتفهموا اش عباحكي حاليا ولكن عباش رح منشان للامام شو نساوي عظيم جدا مثلا عندي بالتكامل ال بي الدوال اللي موجود فيها بي يعني دالة بولينوم ودالة سين وكوسين مين لازم اشتاق البولينوم ومين لازم اكامل الترينو جيومتري عظيم جدا هذا الحكي طيب خلونا مبلش بالتمرين الاول تبعا لانه تكامل ارك طانجنت ال اكس دي اكس شو يساوي هلا انت عندك الطريق لانه تسمي في ودي في رح ارفق الطريقة التانية ومنها بتكتشف مين الاسهل ومين الاسهل طبعا كله بده ممارسة كل شي جديد بده ممارسة بعد ما تمارس هاي الفكرة وتمارست فكرتك اللي هي تغير متحول رح تكتشف مين انت اسرع فيها هاي ولا تغيره متحول خلونا نشوف انا الارك طانجنت اكس ضرب دي اكس هون هاي تعرف انه ضرب دي اكس يعني انه العبارة التكاملية هي لا اكس انا هون ضرب دي اكس فين اكتبه ضرب واحد ليش هاي الواحد الواحد هي عبارة عن بولينوم على الاسهلية لانه انا عندي بي اكس ممكن يكون اكس قوة صفر يعني واحد فالواحد هو عبارة عن كثير حدود عظيم جدا انا صار عندي هون طانجنت اعفوا دوالة العكسية للمسلسات ودالت شو دالت بولينوم مين لازم اشتق ومين لازم اكامل هون عنا دوالة العكسية هي قبل البولينوم معاتا انا لازم هون اكتب اشتقاق تمام هاي الطريقة بس ركز معي هون تكامل ركز معي منيح هون تكامل عظيم جدا مين لازم اشتق الارك طانجنت اكس صح بس انا بالما اشتقه شو بكتب اارك طانجنت اكس لازم اكتبه على حاله وهون اكتب الواحد على حاله او بكتب دي اكس ما في فرق لانه الواحد والدي اكس نفس الشي عظيم جدا هلا باشتق الارك طانجنت الاكس متما اتفقنا احسان انا واحد على واحد زاد اكس مربع صحي اشتقاقه تكامل الواحد هو اكس عظيم جدا وبعده شو رح اعمل ارجعه كامل لا كالتالي تجي تعمل هون هذا اسمه تكامل مستطيل ليش تكامل مستطيل لانه هو عبارة عن زوايا المستطيل خلونا نعتبره هيك نسميه تكامل مستطيل ليش لانه انا وانا بدي اطالع ناتج هات التكامل شو بس اي هون نحن اشتقينا وكاملنا صح اشتقينا وكاملنا هلا بنجي نطالع الناتج النهائي نضرب الارك طانجنت اكس بالاكس تمام يعي رح سيقعنا ارك طانجنت اكس ضرب اكس ناقص شو ناقص شو ناقص اكس مضروب بهذا الناتج يعي ناقص اكس ضرب واحد زاد واحد على واحد زاد اكس مربع تمام بس هذا الضرب لازم تحطه شو جوا التكامل يعني ناقص اكس على واحد زاد اكس مربع دي اكس خلونا نمحي هلا هاي معاد في انا شغل فيه فالناتج النهائي تبع تكامل هو ارك طانجنت اكس ضرب اكس ناقص هذا التكامل طيب هذا التكامل كيف П עם اطالع ناتجه هاد التكامل صح عندي يا بسيط انا عندي هون اكس مضروبه بواحد زاد اكس مربع عفوا او اكس على واحد زاد اكس مربع طالما عندي تكامل لغاريتم لأنه عندي المقام البسط هو مشتق المقام لازم أضرب هون باثنين وهون بواحد على اثنين فشو رح يصير عندي البسط هو مشتق المقام تماما معتنا ناتج هذا التكامل اللي هون نص لغاريتم الواحد زاد اكس مربع تمام وبالإضافة هون لازم أضربها بسالب متى ما اتفقنا هاي الإشارة هون نحط هاي كمان أرك طانجنت اكس ضرب اكس ناقص نص لواحد زاد اكس مربع بيعطينا الناتج النهائي خلونا ناخد تمرين تاني نسدبط الفكرة تابعنا لدينا بهذا التكامل تكامل اي قوة اكس ضرب كوسن الاكس دي اكس على هذا التكامل الشهير هذا التكامل له قصة معينة انه بصير فيه تكرار حتى لو غيرت له المتحوص سمد في ودي في رح يصير معك تكرار تكرار وما رح تخلص منه الطريقة الوحدة الطريقة الوحيدة اللي انت تخلص من هيك نوع من التمارين او هيك نوع من التكامل يعني انت بعد ما كاملت مثلا حلت شغلت الف تمرين تكامل صار عندك احساس شو انه بتعرف هدا رح يصير فيه تكرار تكاملي ولا ما رح يصير فيه تكرار تكاملي يعني وضعك رح يزبط فانا هدا بدي اسميه اه من هلا اله هي عبارة عن ناتج التكامل ان شاء الله عدد ان شاء الله دال ان شاء الله اش مكان يكون المهم انا بدي اكامل واساوي بها عظيم جدا عيفوا اله لطرف هلا نجي هلا لطريقتنا بنكتب لابتو طبعا ما فيك تكتبها كل مرة يعني انت بكرة بتحفظه وبصير بدماغك انه لابتو لازم اي واحدة تكمشي عنا اي قوة اكس وكوسين ال اكس من لازم اكامل لاحظوا كوسين ال اكس قبل اي قوة اكس معاته لازم اشتقل كوسين ال اكس واكامل مي اي قوة اكس فبجي هون عندي اشتقاق خلونا هون اشتقاق وعننا تكامل تكامل اي قوة اكس بنكتب اول شعلة حالة مثل ما هي واعتني ايها بشكل منفرد كوسين ال اكس و اي قوة اكس هلا بنجي بنشتقل كوسين ال اكس حسنا انه سين ال اكس مضروب بسالب هون عنا اي قوة اكس شو بنعمل هلا بنضرب كوسين ال اكس ب اي قوة اكس ناقص تكامل ناقص تكامل ناقص سين اقوى صح سالب مع السالب سيصير موجب سين ايضا اغير متحول او امشي على قعط اللابتو سيتكامل المستطيل اللي هلأ نحن عم ناخده فأنا كمان رح ارجع اكامل تكامل مستطيل ما رح اغير متحول نهائيا رح اكتب هون السين لانه هي الى اولوية اكتر هون عنا اي قوى اكس سين اكس مشتق كسين اكس اي قوى اكس تكامل اي قوى اكس على حال دبابة ما تنفجر جينا هون سين اكس ضرب اي قوى اكس ناقص تكامل كسين اكس ضرب اي قوى اكس صح ناقص تكامل هذا الضلع عظيم جدا لاحظوا ما انه صار رجع عندي كسين اكس ضرب اي قوى اكس وحتى رح ارجع كامله مسلا رح يضل عندي سين اكس اي قوى اكس يعني عم لف ودور بها المتاهة وما عم اقدر اطلع منها بس انا قلت لكم انه انا عندي من اول التمرين اي قوى اكس ضرب كسين اكس هو عبارة عن ا معت هون عندي ا صح انا وسط له ووقفت هيدا هون هدول هون متساويين مش هما يتخربطوا يعني انا عندي كسين اكس ضرب اي قوى اكس وناتج هذا التكامل هو هون فخلونا اطبق مثلا بس الحكي اللي طالع لانها بالنهاية بعد زنكم رح يصير عندي كالتاري وان اي قوى اي قوى اكس ضرب سين اي قوى اكس ناقص تكامل كسين اي قوى اكس صح شو يساوي هدول كلهم للا صح كنا نحن عم نشتغل بالا الا اللي هي عبارة عن التكامل فنحن وصلنا لهون لاحظوا معي انا رجع صار عندي هون شو رجع عندي صار نفس التكامل عب صير عندي تكرار فكيف لا اخلص منه طالما انا عندي هذا نفس اللي فوق نفسه ا معترا حكتب على شكل ا فش ظهر عندي هذا المقدار اللي هو اي قوى اكس عامل مشترك كسين للاكس زائد سين للاكس ناقص ا ويسايل للا بنقول لهي الاله الطرف التاني يعني يصي عندي اتنين ا يساوي اي قوى اكس بكوسين للاكس زائد سين الاكس بقسم الطرفين على اتنين صار عندي قيمة الال مطلوبة اي قوى اكس ضرب كوسين الاكس زائد سين الاكس على اتنين بهذا الشكل يمكننا نحله هذا المقدار يبدو ان تكامل اكس مربع ضرب كوسين الاكس هلا لاحظوا معي انا دائما بقلكم لازم اول ما تحل التمرين يكون عندك بعض نظر لعله هلا انا عندي هون الاولوية للاكس مربع تمام وعندي الثانوية اللي هي كوسين الاكس يعني انا لازم اشتقل الاكس مربع ولازم اكامل كوسين الاكس فانا لو طبقت انا او غيرت متحول تمام لو غيرت متحول بهذا التمرير سيصير طويل لو طبقت قاعدة المستطيل ايضا سيصير طويل هاء ضرق يعني هاذ hơn القاعدة ثانية الي هي هو اشتقوق هون عنها تكامل هاية قاعدة مستنسخة من قاعدة المستطيل سنضع هون اكس هنا كوسين الاكس تمام دعونا نشوف definitions هون 2 اكس هسي الطريقة مشهورة جدا جدا هون صفر هون تكامل رحصان ن Express Cont Leagouts سن ن JD صح عظيم جدا جدا سوف تضع موجب و هنا سالب طيب انا قيمت بطبق هاي الكلام و قاعدت المستطيل بطبق هذا الكلام و بشوف انه اللي راح اشتقه بقاعدت اللابتو انه لو اشتقته كذا مرة ولا بعضهم راح يصفر اذا ما راح يصفر تعمل هاي القاعدة انه بتضرب اكس مربع بسينل اكس ناقص سينل اكس ضرب اتنين اكس بالتكامل قاعدة اللي هلا اعلمتكن يعني بتطبقها بشكل بسيط و بشكل طبيعي لأ عندك الشي راح يصفر بتطبق هاي القاعدة اسهلك تمام؟ فبنجي هلا نضرب اكس مربع بسينل اكس ناقص اتنين اكس مضروبة بنقص كسينل اكس طبعا الاشارات لازم تحطها بالتناوبة وهون زائد اتنين تضربها بنقص سينل اكس شو راح نحصل؟ احسان اكس مربع بسينل اكس تمام؟ احسان اكس مربع بسينل اكس زائد اتنين اكس كسينل اكس ناقص اتنين سينل اكس يعيد جواب راح نحصل عليه بالخيار دي اهلا على هذا التمريع بان تكامل اكس طبع كسين لن الاكس تي اكس هذا التكامل بدي اوضح لك فيه شغلة منشان ما تضيع بقاعات المستطيل قاعات المستطيل اللي بديه تغير متحول مرة واحدة بخليك انه ما تغير متحول ولا مرة بده مرتين بخليك تغيره مرة واحدة تمام؟ مثلا انت هون بهذا التمرين اه او بيغيره مثلا فيه تمارين مشابهة لقلو لازم تغير متحول مرتين تمام؟ بتحوله مثلا مرة V و مرة DV تمام؟ هاي مرة واحدة بعدهم بيجي عندك كمان مرتين عبارتين داخل التكامل كمان لازم تغير T و DT قاعات المستطيل تختصر عليك وتقولك بس اعمال مرة واحدة يعني بس غير متحول مرة واحدة بيمشي الحال معي عظيم جدا هذا الحكلي طيب هون شو لازم اعمل؟ هون عندي اكس طبع كسين لن الاكس انا لازم يصير عندي هون داخل كسين مثلا اكس حتى اطبق قاعات المستطيل مباشرة او قاعات السلة اللي حلناها بالتمرين الماضي عظيم جدا ولكن عندي المشكلة هي لن الاكس لن الاكس فين اغير متحول تبعه يعني فين اكتب لن الاكس تساوي لت تمام؟ معتل اكس شو تساوي؟ اي قوة T رفعنا الاي طيب الدي اكس رح سنشتق الطرفين دي اكس على اكس شو رح سينا دي تي لانه مشتق اللوجاريتم هو واحد على اكس معتل دي اكس شو يسينا دي تي ضرب اكس رائع جدا هذا الحكي هلأ بنغير هدول المتحولات رح سيعنا مداخل اللوجاريتم او مداخل تكامل الاكس ان اي قوة T رح سيعنا اي قوة T ضرب تمام؟ كوسين شو تساوي ضرب شو دي اكس هي عبار عن شو دي تي ضرب اكس رجع صار عن دي اكس الاكس كمان اي قوة T رح سيعنا شو اي قوة T اتنين تي عفا لانه رح سيعنا اي قوة T ضرب اي قوة T ضرب كوسين التي هلأ دي تي ومنحط هنا تكامل عظيم جدا جدا هلأ هون التكامل سهل عندي هذا راح هون التكامل سهل عندي هذا التكامل حلنا ايضا مشابه له نشوي كان هو عبار عن اي قوة T ضرب كوسين التي او اي قوة X ضرب كوسين ال اكس ولكن هنا اي قوة اتنين تي ما رح يختلف رح نحل عقاعدت المستطيل قبل من حل عقاعدت المستطيل شو رح نسمي هذا؟ نحن ان تعودوا نحن ، لهنا اشتقاق وهنا قوم لديك ايه هنا ايلي لكن هنا ايضا علينا ايستطيل من siamo تكامل لازم نستطيل و spent times وبين ان نشطلة لن ايضا اي اي نصدق تكامل ت Ri WE قوية ذو هو عبارة عن نص اي قوة 2T لانه المشتاق لازم 2 فنحن ضربنا 2 وقصمنا على 2 فبصي عنا نص ضرب اي قوة 2T حالا بنجي بنعمل بهذا الشكل حسنا كوساين التى ضرب نص اي قوة 2T زائد فورا لحط الزائد لانه هي هاي بهذا مضروبي بناقص بس انا عندي هون ناقص ناقص بالناقص صار زائد تكامل النص دعونا نطالع عام المشترك ساينل اكس ضرب اي قوة 2T تمام هذا الحكي وهذه كلهم يساوينا للأ هلا نجي من كامل الساينل اكس ضرب اي قوة 2T ايضا بنحط هون الساينل اكس هوني عنا اي قوة 2T فاشتقاق الساينل اكس هو عبارة عن كوساينل اكس واشتقاق تكامل اي قوة 2T هو نص اي قوة 2T نضرب هذا بهذا وهذا بهذا حسنا هوني الساينل اكس ضرب نص ضرب اي قوة 2T ناقص تكامل نص تكامل كوساينل كوساينل تي كتبت هون اكس بس هو تي عبا خربت هون تي خلصنا نحنا من ال اكس تمام التي هوني كمان تي وهوني كمان تي ضرب اي قوة 2T تمام هدوه كلهم يساوينا للأ مجموعة مع هذا الرحسية للأ بس نحنا اتفقنا انه انا عندي كوساينل تي ضرب اي قوة 2T هي عبارة عن ا فهم نكتبه هوني ا شو رح نحصل على اخر الشي بالنهاية خلونا نشوف النهاية كوساين التي ضرب اي قوة 2T وهو مضربين بنص هذا المقدار تمام زاد تكامل هذا التكامل نص طلع معنا هو باللون الاصفر احسننا نص ساين التي ضرب اي قوة 2T ناقص الا الا هي شو؟ الا هي عفوا ناقص ا على 2 تمام الا اللي هي كوساين تي ضرب اي قوة تي بالتكامل وكلهم شو يساوي يساوي للأ لانه نحنا كنا عنا نشتغل بالأ علي بنقول الا على 2 للطرف التاني احسننا 3A على 2 شو يسايننا المقدار هذا فلو ضربت انا دجلاء الطرفين بالوسطين احسن عندي ناتج فورا كوساين تي ضرب اي قوة 2T زاد ساين تي ضرب اي قوة 2T على 3 بالتكامل بهذا الشكل منكون شو؟ لقينا قيمة A هاي كان تمريننا اليوم هاي كان طريقتنا على اليوم بتمنى تكون عجبتكم طريقة يعني انت وتكون عندك تغير متحول لمرة واحدة فما ببع فيه داعي انه تغير متحول ولا مرة وتتخربط انه هاي V وهي D وهون اشتقيت لا هون ما اشتقيت فيك انت كمان الطريقة اللي انت تتحول مرتين المتحول يعني تغير متحول مرتين بنفس التمرين صار فيك تغيرهم مرة واحدة الثلاث مرات تغيرهم مرتين وما الى ذلك فاغلب امتحانات ما بيجي فيه انه تغير متحول مرتين بيجي فيه تغير متحول مرة واحدة فانت خلاص معت فيه داعي لطريقة تغير المتحول انا بنصحك يعني ممكن انت تلاقيت انه هالطريقة غريبة عليك او هذا بس صدقا ان اذا تمارست عليها متنما مارست على تغير متحول ستصير عندك سرعة اكبر وطريقة اغتصال للتمرين اكتر واكتر انا شاركت هاي الفكرة معكم يعني حبيت انجزا بركي طلاب تزبط مان الله اعلم بتمنىكم كل التوفيق لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة